بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله عزيزي الدارس عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا نواصل معك استعراض مهارات الاتصال وأساسياته التي جمع مادتها العلمية البروفيسور علي محمد شمو ويصر أن يقدمها دكتور بدر الدين أحمد إبراهيم وفي هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله مهارات الاتصال نتعرف من خلالها على القيم بالاتصال ومن ثم على معرفة المهارات اللازم معرفتها في مجالات الاتصال المختلفة سواء كان المطبوع منها أو الإلكتروني وحتى أن نصل إلى معرفة التطورات الحديثة في الاتصال من ثورة المعلومات وثورة الاتصالات وما صحبها من مهارات ضرورية للقايم بالاتصال معرفتها إن شاء الله فمن هو القايم بالاتصال؟ القايم بالاتصال هو فرد يتمتع بقدر عالم من المهارات والقدرات الاتصالية المؤثرة والمقنعة للمستهدف بالرسالة وهو القايم بالاتصال هو المذيع أو المعلم أو المخبر أو المحرر أو المصور أو السياسي أو البايع في المتجر أو الخطيب في المسجد أو مدرب فريغ الكرة أو الطبيب أو الممثل أو المخرج أو المبرمج للحاسوب أو المشرف على موقع الإنترنت أو أمين المكتبة إلى غير ذلك كل هذه الوظائف تعتبر من مسؤوليات القائم بالاتصال كل هؤلاء اتصاليون يقومون بالاتصال ويحتاجون إلى أن يكونوا حاذقين وماهرين في الاتصال مع جمهورهم ليحصلوا على النتائج التي يأملون في الوصول إليها من خلال قيامهم بعملية الاتصال المهارة والحزق والبراعة المهارة في اللغة هي للحزق والبراعة وهي مرتبة متقدمة في الخبرات والتجارب والقدر على التفوق والتجويد في القيام بعمل ما أو أدائه بشكل متميز أو بشكل غير عادي وقد يكون العمل الذي يمهر فيه الشخص عملا نظريا أو عمليا فالمهارة هي فن أو حرفة أو علم يقتضي استعمال الأياد والجسد فاليوم تتطلب مهارات للاتصال تتعدى الحديث والاستماع والكتابة والقراءة إلى التعامل مع الوصاية الحديثة مثل الإنترنت والحاسوب والمؤتمرات التفاعلية عن طريق الفيديو أو عبر التلفون بالإضافة إلى التعلم عن بعد والحغيرة الإفتراضية فالمستحدثات التي طرأت على تقنيات الاتصال والمعلومات في العصر الحديث والتي أصبحت تشكل ما يعرف بمجتمع اليوم على النطاقين العالمي والمحلي ستصبح فيه الغلبة والفلاح لأكثر الناس قدرة على استخدام المعلومات ووسائل الاتصال بالصورة التي تنسجم مع مقدرات وخبرات ومهارات القائم بالاتصال لتحقيق ما يصب إليه صاحب الرسالة من بعد ذلك فما هي المجالات الرئيسة للمهارات؟ يمكننا أن نقسم المجالات الرئيسة للمهارات إلى ثلاثة مجالات أساسية أولا المجال الإذاعي وهو يشمل الراديو والتلفزيون ثم المجال المطبوع وهذا يشمل الصحف والكتب والمجلات وبقية المطبوعات ثم المجال الثالث يمكن أن نسميه بالمجال المعلوماتي وهو يشمل أنظمة المعلومات والإنترنت والنشر الإلكتروني إذن لكل وسيلة من وسائل الاتصال مهارات خاصة بالوسيلة حسب طبيعة القائم بالاتصال في الوسيلة المعينة فمثلا من المهارات الإذاعية للراديو التي ينبغي أن يتحلى بها القائم بالاتصال في الراديو أولا أن يكون القائم بالاتصال قادرا على كتابة الأخبار بلغة سهلة ومبسطة تخلو من الكلمات المعقدة ثم عليه أن يستخدم الجمل القصيرة والجمل المباشرة والمرتبة بشكل منطقي وأن يرتب الأخبار مثلا في النشرة حسب أهميتها من حيث المضمون لا من حيث البرتوكول وأن يكون صوت المذيع مقبولا وأن تكون لغة المذيع صحيحة المخارج واضحة الحروف ولديه سرعة معقولة ومناسبة في أدائه وأن تقوم مدة الفترة الإخبارية نفسها مناسبة لقدرة المستمع على الانتباه والتركيز فالأخبار في الراديو لها مواصفات من حيث المضمون وهي أن تكون متوازنة وأن تكون صادقة وأن تكون دقيقة وأن تكون حديثة أي ساخنة أما في الدراما مثلا والموسيقى والحوار والمنغشات فعلى المخرج مثلا للتمثيلية الإزائية أو المسلسل أن يكون على قدر مناسب من الثقافة المؤهلة للمعرفة بالموضوع وأن يكون لديه كذلك الحس الفني الذي يجعله يختار المؤثرات الصوتية المناسبة والموسيقى التي تتناسب مع الأحداث والبيئة التي تجري فيها الدراما المحددة وكذلك عليه أن يكون ملما بمعرفة الظروف التي يقع فيها الحدث الذي تدور حوله الدراما إلى غير ذلك فهذه بعض ضروب العمل الإذاي التي لا بد أن تتوافر للقائم بالاتصال في الراديو وغير ذلك في مجالات الراديو المختلفة لكل مجال مهارات محددة في التلفزيون نحتاج لمجموعة من المهارات المتخصصة حسب الوظائف التي تؤدى حسب الدور الاتصالي في التلفزيون فمثلا للتصوير الإلكتروني نحتاج لنوعية من المهارات مثل مهارات تحريق الكاميرات في الاتجاهات المختلفة وكذلك مهارة اختيار اللاطات المناسبة للبرنامج المحدد بجانب مهارة المعرفة والقدرة على التعامل مع الكاميرا أثناء البرنامج بالنسبة للمذيع في حالة قراءة الأخبار كي يشكل حضورا لدى جمهوره بصورة مناسبة وكذلك هناك مهارات مثل مهارة متابعة شريط الأخبار أو نص السؤال المطلوب من المزيع توجيهه أثناء النشرة للفرد خارج الأستوديو عن طريق التليبروميتر وكذلك من المهارات المطلوبة في التلفزيون مهارة التعامل مع الصور الإلكترونية القادمة من خارج الأستوديو كصور المراسلين وصور الوكالات المختلفة أيضا من المهارات المطلوبة في التلفزيون مهارة تعرف إمكانيات وقدرات الكاميرات التي نتعامل بها وحتى يسهل التعامل مع الكاميرا بالقدر الذي يمكن من إخراج صورة جيدة تحمل الرسالة وتوضح المضمون الذي يراد ومن المهارات أيضا لا بد للعملين في التلفزيون والمتخصصين من معرفة خصائص ومزايا الألوان وتركيباتها ودرجة حساسية الكاميرا لكل لون من ألوان التي يمكن أن تستخدم ومواصلة لمهارات العمل في التلفزيون أيضا هناك مهارات تطلبها نظام الإضاءة في التلفزيون فلا بد للقايم بالاتصال والعامل في مجال الإضاءة في التلفزيون أن يدرك أنواع الإضاءة المطلوبة مثل الإضاءة الرئيسة الكيلايت لتحديد الموضوع بوضوح ثم الإضاءة الخلفية لإضاءة الديكور بما يتناسب مع الموضوع الأمامي دون أن يؤثر عليه والإضاءات الجانبية لتوضيح معالم وإزالة الظلالة التي توجد من الإضاءة المحددة من المهارات المطلوبة أيضا في التلفزيون مهارات الحضور والمواجهة فالإضافة المزيع بالإضافة للشكل لا بد أن يكون له مغدرة في إدارة الحوار كأن يكون لماحا وماهرا في التقاط العبارات المناسبة في اللحظة المناسبة كذلك يجب أن يكون حاضرا في كل لحظة وقادرا على الاستفادة من المعلومات التي يزوده بها معيد البرنامج أو منتج البرنامج وبجانب ذلك أيضا يجب أن تكون له الموهبة على استنباط الأسئلة الفرعية وتوزيع الفرص على المشاركين في البرنامج بالبرنامج بالعدل الذي يتناسب مع الموضوع وضرورة الموضوع حتى لا يكون منحازا لفرد دون آخر واللي يتدخل في الحوار أكثر من المزيعين بما هو مطلوب فوكل ذلك يجب على المذيع أن يتصرف بحكمة إذا ما طرأ أي موقف حريج خاصة في برامج الحية والمباشرة التي لا يمكن تدارك الأخطاء فيها وله كذلك أن يحسن التعامل مع المواغف المستجدات التي تحدث أثناء سير البرنامج في الصحافة هناك أيضا مهارات خاصة بالقايمين بالاتصال في الصحافة ونأخذ منهم مثلا المخبر الصحفي أو الصحفي لا بد أن تكون له الحاسة المرهفة التي يلتغط بها مؤشر الحدث والواقعية وكيف يبدأ القصة الخبرية التي يريد أن يقدمها كذلك لا بد أن تكون له المغدرة في الاقتحام والوصول إلى مواقع الخبر ومصادر الخبر والتغلب على ما يعترضه من مشكلات لوجستية ومشكلات أمنية خاصة في أوقات الأحداث الأول والإضطرابات المعينة وله كذلك أن يكون المغدرة على استيعاب المعلومات والتفاصيل وأن يستبقيها في ذاكرته إلى حين كتابتها إن لم يكن له جهاز للتسجيل الشعيدة على ذلك وله كذلك أن تكون القدرة على ترتيب المعلومات وإرادة بأسلوب ينسجم مع المنطق الذي يحتي قصة كاملة وله كذلك التعبير بأسلوب يتجاوز الإسهاب الممل أو الاختزال المخل وأن يتناول مفردات تكون مفهومة لجمهور القراء وله كذلك أن تكون مغدرة على تقديم الأسئلة في حالة الحوارات بأسلوب واضح ولايق حتى يشجع المسؤول أو المستطلع على الإجابة بروح طيبة وأن لا يشعر المستطلع بأنه في استجواب كأنه في حالة اتهام بصورة معينة وله كذلك أن يتقن اللغات الأجنبية خاصة في حالة الحوارات التي تغتضي حضور المؤتمرات العالمية وغيرها وأن تكون روايته للأخبار صادقة وأن تكون كذلك دقيقة وشاملة فأن يتميز بالصدق وبالتوازن والدقة في إعداد الأخبار ونتجنب الانحياز بقدر الإمكان بما يؤثر على نوعية الأخبار الملتقطة بواسطة من الشخصيات الأخرى في الصحافة مهمة المامة أيضا بالمهارات المحرر ولا بد أن تكون له القدرة على الصياغة بلغة سليمة وواضحة وأن يعد الخبر بلغة سهلة ومبنية بحيث يحتوي كل عناصر التي يتضمنها المخبر في الخبر للرواية المعينة وله كذلك التمكن من اللغة العربية نحوا وصرفا ومن اللغة الإنجليزية التي تكتبها غالبية الأخبار وكذلك اللغات الأخرى التي يمكن أن تفرض عليه بشكل أو آخر وكذلك له القدرة على تحديد الزمن الذي تستغرغه قراءة الخبر بحيث يكون استيعاب القارئ له ممكنا في وقت وجيز وأيضا أن يتمتع بالقدرة على الاختزال والاختصار في إعداد الخبر بحيث يكون استيعاب القارئ له ممكنا كما ذكرنا وكذلك له الدقة في صياغة وتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تريد من المخبرين لأنه هو البوابة قبل الأخيرة في خروج المعلومات للقارئ من الشخصيات المعنية أيضا بالمهارات في الصحافة كتاب الأعمدة وكتاب الأعمدة هم المرتكزات التي تقوم عليهم الإضافات الحقيقية في الصحافة فبحكم التكرار والعادة يكتسبون مهارات التعبير السلس والموجز والمتناسق والمكتوب باللغة التي يفهمها قراء العمود ولكل كاتب عمود أن يضع بصمته داخل العمود الذي يميز عن بقية الكتاب الآخرين وأن تكون له دقة في اللغة حتى لا يقع في أخطاء تستوجب الاحتزار أحيانا لأن الاحتزار ضرورة ولكنه منقص بين الفينة والأخرى في الصحافة وأن يحرص على متابعة ما كتبه قبل أن يصل إلى القاري حتى يطمئن على أن ما ذكره من آراء كتبت بالطريقة التي يودها هو هناك مهارات يفرضها العصر الحالي لتطور وسائل الاتصال ولا بد أن تتوافر مهارات اتصالية عالية لكل من يود أن يحصل على وظيفة في مجالات الاتصال في العصر الحديث أي أن كانت هذه الوظيفة لأن العصر أصبح هو عصر الرغمنا أو المرقمة وبالتالي يتطلب معرفة مجموعة من المهارات العامة مثلا لا بد من الدقة في المعرفة الوظيفية المعرفة المرئية المعرفة العلمية المعرفة التقنية المعرفة الثقافية المعرفة المعلوماتية التفكير المبدع والوعي الكوني والاتصال الفعال والانتاجية المرتفعة هذه أصبحت مهارات عامة يجب لكل المتعاملين في العصر الحديث وكل المتقدمين لوظائف أن يرموا بها إلماما دقيقا لأنها قطعا ستكون واحدة من الاستخدامات الضرورية واحدة من تحديات القرن الحادي والعشرين الآن تكملة لهذه المهارات لا بد أن نقف على التحديات التي فرض العصر الحديث وتطور تقانة الاتصال فيه وما يعرض بثورة المعلومات وثورة الاتصالات وثورة المعلومات يمكن بدأت في منتصف القرن الماضي كانت البداية الحقيقية لها عندما دخل الحاسب الآلي إلى حلبة المشاركة في عمليات الاتصال واصبح هو المنصة التي تنطلق منها كل عمليات الاتصال الحديث والإمكانيات التي يتمتع بها الحاسب الآلي جعلت من الاتصال الحديث هو اتصال تفاعلي واتصال وفط للطلب واتصال واقعي كذلك في كثير من الأحيان والتطورات في الحاسب الآلي أصبح تطورات مستمرة يوما بيوم وصغرا في حجمه وإمكانية في زيادة كفاءته مما زاد من إمكانية الحمله وإمكانية إسكيعاب قدر هائل جدا من المعلومات داخل الحاسب الآلي فأصبح المشاركة في صنع المعلومات ووضع الأسس والمعايير المطلوبة للحصول على المعلومة في العصر الحديث هي واحدة من الضرورات المرتبطة بتزاحم المعلومات وقوتها والتي فرضت كذلك هذه المعلومات لا بد لها من مواعين للتخزين فلذلك ظهرت كثير من الأدوات الأرشفة الإلكترونية العالية ومجالات التخزين المختلفة حتى مع الكمبيوترات المحمولة مثلا نجد ما يسمى بالهاردسك أو الذاكرة الإضافية التي يمكن أن تحمل فيها كمية هائلة جدا من المعلومات كل هذا حدث بما يعرض بثورة المعلومات وانتشار في العالم مع ثورة المعلومات هناك مصطلح ثورة الاتصالات وثورة الاتصالات ارتبطت أيضا بظهور الأقمار الاصطناعية التي تجاوزت بها حدود الزمان والمكان والإيافة الضوئية إضافة للحاسب الإلكتروني الطبيعي الذي نتعامل معه والأقمار الاصطناعية كانت بداياته في 4 أكتوبر 1957 وخمسين عندما فاجأ السوفيت العالم لأول مرة بإطلاق أول تابع صناعي وكان قمرة صناعية للاتصالات اسمه سبوتنك وأطلغ على مدار منخفض له حوالي 150 كيلومتر فوق الأرض ودار لمدة 90 يوما فقط التجربة السوفيتية هذه في إطلاق التوابع على أقمار الاصطناعية للفضاء أوجدت الكثير من المخاوف حول العالم ومما دعا الأمم المتحدة ليصدار مبادي تحكم الفضاء الخارج لأن كل إنسان يستطيع أن يصنع مركبة ويرسلها للقضاء وتكلت الجهود الأمريكية بالتحدي السوفيتي الذي انفرض ففي عام 1960 استطاع الأمريكان النجاح في إطلاق قمرين إصطناعيين للاتصالات هما إيكو واحد وإيكو اثنين وتمكنت الولايات المتحدة أيضا في إطار السباق نحو الفضاء من أن تغلب الاتحاد السوفيتي في الوصول لما يعرف بالمدار الثابت لأن هذه نبوعة لكلارك يتحدث أنه إذا استطعنا أن نوصل قمر إلى مسافة 36 ألف كيلومتر فوق الأرض يستطيع القمر أن يدور بحيث سرعة دوران من الأرض فبالتالي يكون الالتغاط من القمر للشخص في الأرض ثابت باعتبار أن الدوران سيكون وهذا ما يعرض بالأقمار المتزامنة وفي مجال هذه الأقمار استخدمت في مجالات مختلفة من ضمنها مجالات البث الإذاعي والبث التلفزيوني وظهرت موجات عريضة تستوعب ذلك ما يعرض بموجات الكي يو باند أو الكي اي يو باند التي تستوعب الصوت والصورة بجودة عالية مكنت من الوصول بالفضائيات وانتشار الفضائيات حول العالم وظهر ما يعرض بالبث المباشر اللي هو الـ Direct Broadcasting to Home باعتبار أن كل إنسان يستطيع الآن أن يلتقط الفضائيات بطبق فضائي ثقيل جدا موجود داخل منزله أي أن كان في أي نقطة من نقاط العالم المختلفة فبالتالي صاحب الفضائية المعينة يستطيع أن يحدد الجمهور الذي يريده وبالتالي يستطيع أن يحدد نوعية الأغمار التي يمكن أن يشترك فيها مع العلم بأن القمر الاصطناعي يستطيع أن يغطي 42% من ساحة الكرة الأرضية فالاشتراك في ثلاثة أغمار يعني تغطية كل العالم بصورة أساسية ويجدر بنا أن نذكر في مجال الأغمار الاصطناعية بأن القمر الاصطناعي له عمران عمر افتراضي وعمر تصميمي وعمر تشغيل العمر التصميمي حوالي 12 عام والعمر التشغيلي هو 15 عام بعد ذلك يصبح القمر غير صالح فبالتالي يبدو أن تكون هناك احتياطات للأغمار الاصطناعية تطلب مباشرة حتى لا يحصل خلل بسقوط الأغمار أو خروجة من مداها بصورة محددة أكملت ثورة الاتصالات ما يرى بالألياف الضوئية وهي التي غطت كشبكات معظم المناطق بمساحات واسعة جدا وتستطيع الألياف الضوئية أن تحمل الصورة والصوت وكل المعلومات لمسافات تتجاوز بها كثير من المشكلات في إطار البث الفضائي لأنها نظام محدد وكابل مضمون الوصول ومضمون القوة بالنسبة له في الوصول للجهة الأخرى تعتبر الإنترنت شبكة المعلومات الدولية هي خلاصة أو تجميع لتكامل ثورة المعلومات وثورة الاتصالات والمعروف أن الإنترنت في بداياته وجدت في وزارة الدفاع الأمريكية منذ العام 1969 وظلت تستخدم في حالة الاستخدامات العسكرية إلى أن العام 1993-1994 ظهر الاستخدام التجاري للإنترنت الإنترنت واصلت متاحة حول العالم وغيرت مفاهيم الاتصال ومفاهيم المعلومات ومفاهيم التواصل الاتماعي وكل أشكال العمل بأشكاله المختلفة فالإنترنت هي تحتاج فقط لحاسوب ووسيط للرب ووسيط للانتقال مثل المايكرويف ومودم للاتصال وقمر صناعي للانتقال حول العالم وجهات خادمة بصورة أساسية فالإنترنت تعتبر الآن ثورة الثورات وهي جماع ثورة الاتصالات مع ثورة المعلومات عزيزي المشاهد عزيزي الدارس طفنا معا في هذه الحلقة حول المهارات الضرورية الواجب اتباعة بالنسبة للقايم بالاتصال حسب نوعية الوسيلة المعينة وحسب مطلوبات الاتصال في العصر الحديث إلى أن نلتقيك في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر